فطبعا خلونا اتكلم كابي حنيفة مثلا بعد اذنكم انا كابي حنيفة ما عنديش السمح بصلاة الغائب انا لا ارى جواز الرأي رأي مين ابو حنيفة بقول عن صلاة الغائب كابي حنيفة انه لا تجوز صلاة الغائب والسبب في ده السبب في دوت انه عندي كابي حنيفة بقول انه مات صحابة كثيرون في اماكن اخرى متفرقة ولم يصلى عليهم صلاة الغائب فاستدل البعض وقال لي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي عليه رحمة الله وامر بالصلاة عليه فانا عندك ابي حنيفة اقول هذا استثناء خاص بالرسول الله دليل الخصوصية هو ما قاله النبي ان الله زوى له الارض ان الله طوى له الارض فعندي كابي حنيفة اقول ان جثمان النجاشي تجلى امام النبي بقدرة الله او ان الله طوى الارض حتى وقف النبي وامامك واسمان النجاشي وصلى صلاة الجنازة لو كان ذلك ما سماها غائب السؤال المهم جدا لا كانت صلاة جنازة كلمة غائب باعتبار المعتاد او باعتبار المعروف او باعتبار المرئي او باعتبار الظاهر او باعتبار غير النبي او باعتبار المرئي لم تصدر من فيه رسول الله ده اللي قال كده المهم انتو عرفته رأيه ابي حنيفة في المسألة انت مالك رأيك ايه انا طبعا كمالك الامام مالك ابن انس امام دار الهجرة المدينة المنورة وافق الامام ابي حنيفة في هذا الرأي فالامام مالك يرى ايضا انه مفيش صلاة غائب واذا قال حد النبي صلى على النجاشي بنقول ان دي حالة خاصة لانه ساعتها النبي قال للصحابة ان اخاكم مات بارض غير ارضكم وما كانش في حد يصلي عليه فكأنه دي ضرورة ملحة انه لازم فالنبي صف الصحابة وصلي عليه انما من مات في ارض بها مسلمين بها مسلمون وهم بطبيعة الحال صلوا عليه فمالك ابن انس لا يرى ان هناك صلاة غائب يبقى اذا الامام ابو حنيفة والامام مالك يرون عدم جواز الصلاة تب تعالوا نشوف الامام الشافعي رأيه ايه في المسألة الامام الشافعي يعني يقول بجواز الصلاة على الميت الغائب يجوز صلاة الجنازة على الغائب باعتبار يا مولانا ان خلي ليفتب تحت الشافعي بين عشان نفتب عارف ان درأي شافعي نعم يقول الامام الشافعي بجواز صلاة الغائب على الانسان الغير حاضر امامنا باعتبار ان صلاة الجنازة اصلا هي من باب الدعاء نحن بنصلي صلاة الجنازة ليه عشان ندعي للميت نعم فإذا كان يجوز الدعاء للميت وهو حاضر بالتالي يجوز ده الدعاء وهو في القبر عند أبو حنيفة ومالك لا تجوز عند الإمام الشافعي شوفوا بقى حلاوة الفقه وتعد وبعدين ما نبتلي بشيء من المختلف فيه فلاهو أن يقلد من أجاز فقلد من أجاز قد الإمام الشافعي أجاز أبو حنيفة ومالك منعه الشافعي أجاز طب ما تيجي نشوف الإمام أحمد بن حنبل قال إيه فضل الإمام أحمد بن حنبل مثل شيخه الإمام الشافعي أجاز الصلاة على الغائب لأنه واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته على النقاشي أصحام بن أبجر وقال ليس لدي دليل منع لأن الأصل في العبادات التوقف التوقف يعني عدم الفعل بالضبط يا سيدي إلى نئة يا دليل الله يبارك في عمرك طبعا عندي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لدي دليل واضح ثابت بقوة على الخصوصية ولا على الاستثناء رقم ثلاثة ليس لدي دليل على المنع رقم أربعة قال ما قاله شيخه وأن أصل صلاة الغائب وصلاة الجنازة ما هي إلا دعاء طبعا يا جماعة أنا تنزلت عن المالكية هو خلاص أنا كنت أقلد يعني ببنء الرأي المالكية لكن أنا على المستوى الشخصي كرمضان عبد المعيز لا أنا شحي أصلا والحنابلة عذرني دلوقتي حنقوم بالترجيح أديكوا سمعتوا اتنين أئمة وفقوا واثنين أئمة ما وفقوش نشوف بقى فقه السنة لفضيلة الشيخ سيد سابق الله يرحمه وإحسن إليه وهو بيرجح المسألة عشان تبقى كابسولة فقهية ممتعة نتعلم منها وبكرة يبقى يوم جميلة للناس كلها على قلب رجل واحد في جبر خاطر إخواننا وصر الشهداء بالصلاة عليه يقول الإمام الشيخ سيد سابق في المجلد الأول صفحة 352 تجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر سواء أكان البلد قريبا أم بعيدا فيستقبل المصلي القبلة وإن لم يكن البلد الذي به الغائب جهة القبلة ينوي الصلاة عليه ويكبر ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر لما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصالة فصف أصحابه وكبر أربع تكبيرات قال ابن حزم ويصلى على الميت الغائب بإمام وجماعة وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي والذي مات بأرض الحبشة وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك وليس لهما حجة يمكن أن يعتد بها انتهى كلام مولانا الشيخ سيد سابق تعلمنا وتأدبنا مع رأي مين يا مولانا مع رأي الشيخ سيد سابق في ترجيح رأي الإمام الشافعي ورأي الإمام مالك وصلى الله أحمد الحمد غدا صلاة الجنازة أو صلاة الغائب على إخواننا الشهداء اللهم ارحمهم وعفهم وعفهم وعفوا عنهم وأسكنهم فسيحة جناتك وألهم زويهم الصبر والسلوان اللهم جازي ولا تأمورنا خيرا على ما قدموه للأمة يا رب العالمين وصلاة وسلام مع مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وسلم